أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا نبلو أن نكن بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات هذا نوع من الابتلاء بكل شؤون الحياة فالحياة مبنىها على الابتلاء الابتلاء بالنفس أو بالولد أو بالمرض أو بالجوع أو بالخوف أو بضد ذلك من الغناء والصحة والعافية والقوة والوجاهة كل ذلك أبتلاء ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ثم يختم ربنا سبحانه بقول وبشر الصابرين هنا الصبر الصبر على البلاء والصبر على الرخاء أيضا ثم يقول عز وجل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك الصابرون عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فهناك ثلاثة أشياء صلوات ورحمة وهداية يعني كيف تتخيل إنسان مريض أو فقير أو مصاب أو مبتلاء إذا كان الله تعالى يصلي عليه ويرحم ويغفر له ويستجيب له ويهديه إلى سواء السبيل فماذا يضيره؟ كل الأشياء التي من حولنا المقصود منها أن تمنحنا السعادة فإذا كانت السعادة تتفجر ينابعها من داخل قلبك فلا يضيرك ماذا تكون الأشياء من حولك؟ إذن المرض ابتلاء سواء كان هذا المرض في النفس أو في الغير وأي كان نوع هذا المرض من الأمراض الكبيرة أو الصغيرة الأمراض التي يتكلمون عنها أنها مستعصية واليوم بحمد الله تعالى مع تقدم وسائل الطب وهذا أيضا ابتلاء في محاولة الكشف عن الجديد وعن المفيد والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما أنزل الله من دائن إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله وهذا تحفيز لنا أن نبحث عن العلاج وأن نبحث عن الأدوية وأن نبحث عن المحاولات المختلفة حتى نصل إلى مقاومة وطرد وإزالة كل أسباب المعاناة التي يواجهها الناس في هذه الأمراض ولذلك فإن البحث عن العلاج مطلب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام فيأمرنا صلى الله عليه وسلم بالتداوي والتداوي قد يكون واجبا أو مستحبا بحسب الأحوال التي يمر بها الإنسان ولذلك أقول أن العلاجات المختلفة سواء كان منها العلاج الطبيعي العلاج الطبي مراجعة الطبيب الفحص المبكر كل الوسائل العمليات الجراحية كل ما يمكن من العلاج فهو داخل في ضمن ما هو مطلوب وهو من الأسباب ولا يمنع ولا يعارض كون الإنسان والله يشرب مع زمزم أو يعمل رقية شرعية وبالذات الرقية يرقي نفسه فهو أكثر الناس خلاصا لنفسه يقرأ سورة الفاتحة أو آية الكرسي أو آخر البقرة أو الإخلاص أو المعوذتين مرة ومرتين وثلاثا وينفت على نفسه أو يمسح جسده كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وتفعل معه عائشة الصديقة رضي الله عنها هذه كلها علاجات وأدوية لكن من الخطأ أن نظن أن هذا بديل عن العلاج الطبي فالنبي صلى الله عليه وسلم عالج وأخذ كثيرا من الأدوية بل يلفت نظري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول مثلا عن الحبة السوداء إن فيها شفاء من كل داء وفي الطب اليوم اكتشفوا أن هذه الحبة السوداء أو السمراء يعني فيها أشياء كثيرة جدا من شأنها أن تقوي أجهزة المناعة داخل الجسم فيكون هذا من معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم إن فيها شفاء من كل داء وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن تمر عجوة وهو تمر المدينة من تصبح بسبعي تمرات من تمر عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر هذا في دليل على استخدام على التطعيم ضد الأمراض على استخدام الأمور الواقية بما في ذلك الفحص المبكر ولهذا أنا أدعو المسلمين والمسلمات إلى استخدام الفحص المبكر خاصة ضد بعض الأمراض التي تكون منتشرة أو احتمالات الإصابة بها كبيرة وهنا الفحص إذا كان من خلال مثلا امرأة تفحص امرأة هذا شيء طيب إذا لم يمكن فلا حرج أن يقوم بالفحص رجل لأن هذا من باب الضرورات أو الحاجات الشديدة التي تنزل منزلة الضرورة والعلاج والطب له وحكمه وله اعتباره وكذلك عملية العلاج إن أمكن أن يقوم بها رجل فخير وبركة وهذا هو الأحسن والأفضل إذا لم يتيسر فلا يجوز للإنسان أن يترك العلاج ويترك الدائع السشري في بدني أحيانا بحجة أنه ليس هناك يعني امرأة يمكن أن تعالج هذه المرأة هذه لها أحكام ضرورية وينبغي مراعاة الفقه الشرعي الصحيح في مثل هذه الأمور كذلك أن الإنسان لما يسمع أو يعلم أولا طريقة الإخبار الطبيب أو غيره عليه أن يكون حصيفا في إيصال هذه المعلومة لمن يحتاجها من دون أن يفاجئه أو يفجعه يعني فيه اجتبافي كذا نعيد التحليل إلى غير ذلك من الأساليب والمؤمن عليه أيضا أن يتقبل بصد الرحب وأن لا يفترض أسوأ الاحتمالات بل يبادر إلى الإمام بالله ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الصبر عند الصدمة الأولى فمن رزق الله الصبر عند الصدمة الأولى نجح وأنا قرأت حقيقة سيرة الأستاذة سامية ويعني النجاح الذي حصلت عليه بحمد الله وأعظمه بل كلهم بسبب رضاها وإيمانها بالله سبحانه وتعالى عند الصدمة الأولى هي تفكر كيف تخبر ولدها أو بنتها أو قاربها وتتدرج معهم في هذا الأمر فتصبح هي المعانية وهي الطبيب في الوقت ذاته فالإيمان بالله عز وجل وكلاوة الأذكار الشرعية وأن يمتلأ القلب شعورا بالرضا وشعورا بالعافية أيضا وأن الذي أنزل المرض هو الذي أنزل العافية وأن الأمر منه وإليه جل وعز هذه من المعاني المهمة وفي النهاية حقيقة أدعو رجال المال والأعمال وقد صرني أن الدكتورة سامية العمودي وهي وجه جميل نعتز به ونثني على المواقف الإيمانية وعلى الصبر وعلى الرضا هي حكت صورة جميلة لهذا المجتمع ولنساء المسلمين بشكل عام وهي مشرفة على كرسي الشيخ محمد حسين العمودي لمعالجة مثل هذه الحالات فبقدر ما أشيد بهذا العمل وبهذا الكرسي وبدعم كثير من رجال الأعمال والمال وإدراكهم لأهمية مثل هذه المناشط والتوجه إليها وأنها من الأعمال الصالحة ومن الخير ومن البر وقد يدفع الله بها عنهم أو عن هليهم شيئا من أمر الدنيا أو أمر الآخرة وتكون سببا في رضاهم وسعادتهم أدعو رجال الأعمال والمال أن يبادروا لمثل ذلك أذكر أنني سمعت من عدد من الجمعيات أن هناك حاجة ما سمتنا إلى وجود سيارات تجوب بلادنا بلاد السعودية أو أي بلاد أخرى وتقوم بإجراء الفحص على كثير من النساء ولكن هذا يتطلب قدرة مالية ويتدرب وجود كادر أيضا طبي مرافق معها فأدعو إلى اغتنام الفرصة في المبادرة والسعي في مثل هذه الأمور والدعم بالمال أو الدعم بالمشاركة أو الدعم بالجهد جزا الله تعالى كل من يشارك بنفسه أو بماله أو برأيه وفكرته وكل خير والحمد لله رب العالمين